وكذلك أن البعض مثلا يلتزم أنه يغض بصرة في شهر رمضان المبارك ويراعي حرمته لكن بعد الإفطار وكأنما القيود ترفع سمعت السيد كيف تعلقون على هذا الموضوع؟ الحلال حلال والحرام حرام سواء في نهار رمضان أو في ليلة رمضان هنا البعض يتصور على أنه في نهار رمضان الغيبة حرام لأن أنا صايم زين إذا أنت فاطر شلون الغيبة حلال تقول أنا في الواقع في وقت الصوم ما أتصل على الفتاة الفلانية وأتكلم معها الكلام الغير اللائق لأني صائم سؤال إذا كنت فاطر يجوز لك أن تتكلم مع أعراض الناس ومع نواميس الناس وتتكلم كلاما غير لائق ما الذي يجوز لك ذلك إذا كان حراما فهو حراما وإذا كان حلالا فهو حلال أما أنه نحن للأسف الشديد صار عندنا حالة من الإزدواجية والله لأني صائم أنا على حال ما أكذب لأني صائم أنا ما أستغيب لأني صائم أنا ما أتصل على فلان وفلانا ولكن إذا فاطر فأستغيب وأكذب وإما إلى ذلك هذه إزدواجية واضحة جدا يعني الشخص الذي يريد أن يتصرف هذا التصرف إحنا نسميه هذا إنسان إزدواجي مو متدين هذا مولانا يتعامل مع الدين بحسب شنو رغباته ولا يتعامل مع الدين على أنه قيم وأحكام وأخلاق وإنما شوكت أن يعجبني كذا وشوكت ما يعجبني كذا وهذا لا يقبل به شرع ولا يقبل به إسلام